اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع مئة عام على اكتشاف مجبرة الملك توت عنخ أمون مصر والعالم كله هيحتفل بهذا الحدث العظيم وبالتأكيد أفضل ما الممكن أن يتحدث عن هذا الحدث هو العالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس أهلا بك دكتور مشغفنا في اليوم السابع مئة سنة على هذا الحدث يعني خلينا في البداية نعرف في السادة المشاهدين من هو الملك أو الفرعون الزهبي توت عنخ أمون توت عنخ أمون ابن الملك إخناتون بناء على الشغل اللي احنا عملناه بدراسة عائلة عنخ أمون عن طريق الحامض النووي فطلع أنه هو أبوه إخناتون وتولد فتال اللي عملنا ولما إخناتون مات أنا بعتقد نفرتيتي حكمت ثلاث سنوات وجاء توت عنخ أمون وهو عنده تسعة سنين فطبعا طفل عنده تسعة سنين لازم يكون فيه قوة تانية اللي بتحركه فأنا بعتقد أن آي هو اللي كان وراء توت عنخ أمون لأن أول ما تولى الحكم عمل لوحة ما لوحة الترميم أعلن فيها أنه بيرمم التدمير اللي حصل نتيجة اللي عملها أبوه في ديانة أتون وبالتالي بيرمم معابد الإله أمون مرة الأخرى حكم له منذ عشر سنوات ذلنا بالأشعة المقطعية نسبة أنه هو مات عنه تسعة سنة وطبعا هو ما كانش ملك شهير لكن أهم حاجة أنه هو كان يعني مقبرته لما كشفت كاملة في 4 نوفمبر 1922 كشف هذه المقبرة والأحداث اللي حصلت في الكشف هي اللي خلت هذا الملك توت عنخ أمون يسمى بالفرعون الزهبي الصغير ويعتبر أشهر ملوك مصر لأن داخل مقبرته اللي عثر عليها هو لدي كارتر العالم الأثار الإنجليزي داخل هذه المقبرة كارتر عثر على 5,398 قطعة أغلبها من الزهب يعني الملك الزهبي أو الفرعون الزهبي أصيرت حوله عديد من علامات الاستفهام بعضها حضراتكم تمكنتم من اكتشاف تفاصيلها والبعض الآخر لسه حتى الآن في خلاف أو جدل حوالين وفاته وحوالين مقتنياته بالأشعة المقطعية قدرنا نعرف أنه لم يقتل ودي أهم حاجة لأن الفتحة اللي كانت بوجودة في الرأس اعتقد أكتر الناس أنه هو ضربة بلطة لكن احنا طلعنا أن دي أيام التحنيط أيام العصر الأسرة 18 كان بيتحط فيها السوائل بتاع التحنيط لكن ظلنا نصل إلى أن فيه فتحة بوجودة في قدمه اليسرى ودي حدثة حصلت له قبل بيموت بيومين إحنا دلوقتي بندور من خلال شغل اللي بنعمله في المشروع المصري لدراسة المنوات الأمريكية بنحاول نشوف هل حصله تسمم ولا لو حصل تسمم هنعلن للعالم أجمع أن توت عنخة أمون مات من خلال حدثة من الحوارث اللي حصلت له يعني تردد أنه تم اغتياله تردد أنه هذا الكلام كله أثبتها ليس له أساس بالصحة إطلاقا لأن الفتحة دي اللي اعتقد فيها الناس أن الضرب ببلطة مات لا إحنا أثبتنا أن الكلام ده مش حقيقي لكن هو كان عنده مشاكل صحية كان عنده فلات فوت في رجلو كان الدم بنصرشي لقدامه وكان مريد بالمالانيا عشان كنا في مكبرته أثر على دقلها على 130 عصايا كان بيتكى عليها وواحدة منهم قال أنا عملتها بنفسي يعني هو حتى صنع عصايا لنفسه ونمر اتنين أنه هو لما كان بيصيد الحيوانات المتوحشة في الغابات أو في صحراء منف اللي كان اسمها واذي الغزلان كان بقاعد كل الملوك بيسنهم وقفين ما عاربت عنك نعمون نتيجة المشاكل الصحية اللي كانت عنك لكن تردد برضا دكتور أنه وقع من العجلة كل الكلام دا كل الكلام ليس لأ أصدقاء كل الحاجات اللي مترددها كل التردد دا تنساه الحقيقة اللي قلت لك عليها دلوقتي متوقع إمتى ان شاء الله يتم حسم الجدل في وفاة المالك؟ احنا في انتصار دلوقتي الدكتور يحيى جد والدكتور أسفية إسماعيل بيشتغل دلوقتي في معامل متحف الحضارة وأرجو أول مناصل نتائج هنعلنها فورا هل متوقع خلال يوم 4 نوفمبر يكون فيه إعلان جديد مخصوص الملك توت عن خامون غير لا ما فيش يعني أنا كتبت حوالي 16 كتاب توت عن خامون باللغة الإنجليزية وتلاتة بالعربية لكن عايز أقول لك أنه احنا كشفنا أغلب كل ما يخصه عائلته بالدين ايه؟ انا بظاهر دلوقتي على الممية بتاعة المالكة ريفرتيتي وبزوجته عن خيسين آمون ده اللي ناقص وان احنا نعرف هل كان عنده تسمم ولا عشان نقدر نحدد سبب الوفاة بالضبط لو عملنا دي بعد كده هناك دراسات بتتم على القطع الأتلائيات بعضها بتفسر بعضها ما بتفسرش يعني لازال أثار تتعاقها آمون هي البطل بالنسبة للأثار المصرية وبالذات القناع الزهبي اللي هو أجمل القطع الفنية اللي اتعاملت من الفنانين وانا كشفت المدينة الزهبية اللي انا بعتقد ان داخل هذه المدينة اللي عثرت عليها في ألبر الغرب ملؤثر اتعامل أغلب أثار تتعاقها آمون عملها الفنانين اللي عاشوا في هذه المدينة اللي احنا يعني المدينة هذا الشهر في شهر أكتوبر بتتم اختيارها عن طريق مؤسسة عالمية في إيطاليا كأهم كشف أثري بعد تتعاقها آمون في ألبر الغربي من الأثار طبعا يعني دكتور كنا عايزين نتكلم في لحظة اكتشاف المقبرة في 4 نوفمبر 1922 تم الإعلان عن اكتشاف المقبرة قبلها أكيد كان في محاولات كتيرة جدا هو هورد كانت من قاعد أربع سنوات يدور على المقبرة هو كمتأكد المقبرة موجودة لأن المقبرة دي دخلها المصوص برتين المرة التانية أفلوها بخط من جبانة من حظ هورد كارتر أن حصل فيه فيضان أفل مدخل المقبرة بعد كده إنما تبنت مقبرة رمسيس 6 أفلت أكتر فهو كان فيه ولد اسمه حسين عبد الرسول القصة دي ناس كذبتها وناس قالت حقيقة لكن أنا بقولي حقيقة لي لأنني سألت الشيخ علي عبد الرسول كان صديقي له صاحب فندق المرسل في الأسر وكان الرجل أنا قابلته عنده هو 73 سنة كان عندي في الوقت إلى 20 سنة فسألته فأكد لي هذه القصة أن حسين ده ابن عمه كان بيجيب ماء العمال على ظهره حمر بالزير العمال نزلوا الزير بيحفروا عثلوا على المدخل راح بلق هو رد كارتر وهو رد كارتر حط عقد من المقبرة في صدر حسين وخذ له صورة والصورة دي خذ أحسين وكان بيقف قدام معبد الرماسيون في البن الغربي ويقول للسواح أنا اللي عثرت على مقبرة توت عنخ أمون يا دكتور زاهي حواس صدق واتأكد من هذه الكلام بنفسه حرك بنفسك بشهادات موثقة من الدكتور زاهي حواس صحة الكلام اللي يثير حوالين هذا الموضوع عرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون شفنا كتير منها شفنا كتير منها وكنا بنظل نداء المقتنيات كلها الألف وشوية موجودين في المتحف المصري اللي في التحرير لكن المفاجأة أنه فيه أكتر من خمس تلاف قطعة هيتم عرضها في متحف المصري كان معروض في المتحف المصري أربعة تلاف وخوصونية قطعة لكن اتاخد كل القطعة اللي في مخازن لقصر متحف لقصر ومخازن المتحف المصري وعازل أساس لأول مرة بتعرض المجموعة كاملة في المتحف المصري الكبير بطريقة عرض شريقة جدا ورائعة هتبهر الناس في كل مكان لأن احنا بنينا أكبر وأعظم متحف العالم هو المتحف المصري الكبير حضرتك تفتكر يا دكتور أنه توت عنخ أمون شهرته جات من نقطنياته ولا من علامات الاستفام الوثير لا لا شهرته جات أولا شهرته جات من خلال الكشف لكن طبعا أنا يهمني في 4 ربمبر أولي لقاتي أولا احنا لازم نعرف أن ربنا بيحب مصر لأن المقبرة دي لو كانت كثفت في يناير 1222 كان كلها راحت انجلترا لأن احنا خدنا الاستقلال من الإنجليز في 28 فبراير فمنحذرة أن تكتشف بعض جلاء الإنجليز عباس نمرة اتنين لابد في هذا اليوم أن نحن نشكر اتنين مدير مصطحة الأعصاص بيتر لكو لأنه عمل قانون مهم قوي أن أي مقبرة تكتشف كاملة ما يعملوش إسبة 50% للمكتشف لازم تفضل في الوصف كان وقتها القانون بيسمح أنه 50% للبلد المكتشف لكن إذا كشفت المقبرة كاملة ما تطلعش حاجة تستمكوا لها في مصر ونمرة اتنين مرء أصباش حدنا كان معروف بعضاء الإنجليز دخلوه السجن طلع من السجن بقى وزير الأشغال لأنه ورد كارتر راجل متصلف وبيعامل بتعامل مع المصريين معاملة سيئة جدا هو حاول يدخل أجانب المكبرة منعه وطرده في مصر وظهرت قامت مظاهرات في مصر للمرء أصباش حنة تهتب تقول يحيى وزير توت عن خامون لأن الراجل ده حافظ على كرامة المصريين وأقسم ما رجعش ورد كارتر إلا إلى قاته نمرة واحد يعلن اعتذاره ونمرة اتنين يكتب هو وإفالين ابنة لورد كاررفون أنهم ليسوا لهم حق في المكبرة ودهم 36 ألف سترليني اللي صرفوه على المكبرة وقال لهم مع السلامة وتعاية كارتر هنشتغل عندنا عند الحكومة المصرية ما يبقاش لسه سلب الإنجليز إطلاق والحاجة التالية أنه هو لورد كاررفون سرق من المكبرة أصار بلا شك وهورد كارتر عندنا ثلاث حوادث الحادث الأول خد 19 قطعة المكبرة أدهم لمدعف المتربوليتان وأنا رجعتهم تاني ونمرة اتنين تمثال نفر توم في شكل تعنخ أمون كان معد بيتعبق عشان يسافر الحمد لله مسكوه في الوقت ده نمرة الثلاثة كان بيهدم المكبرة قطعة فنية كثيرة جدا من ضمن الإهداءات كان لعالم أعصار اسم جاردنا الإنجليزي اللي هو كان بترجم الهيوغليفي في المكبرة وجاردنا رجع الأعصار تاني واعترض على إن هو ند كارتر بيد هدايا من حاجة لا تخصه ده من مأصار أو من اللي تم اكتشافه في المكبرة تتعان خامون إذا ما أصير مؤخرا حوالين بأنه تستطاع أن هو يخرج بعض المكتنايات من الملك خرج مصر ده كلام صحيح؟ ما هو أنا أفترح هل فيه قطعة بره لسه؟ أو كلها كانت رجع 100% فيه عن لورد كان نقول في القلعة فيه قطعة بأن عافش عنها حاجة 100% لأنه معادي؟ وما سرقوا قطعة سرقية من المكبرة لأنه صدموا لما عرفوا أنه فيه قانون بيمنع الإسبق في الوقت ده مع إن إحنا كمصريين حتى الآن بدايما بنحتفي بكارتر وبكشف العظيم ده فهل إحنا في وقتها الدولة مجدته ومسلا ورغم أنه هو لا محنش مجد كارتر في الوقت ده والنعالم دلوقتي بمجده لأنه عمل هذا الكشف لكن هو كان متعجرف وكان بيمنع المصريين من الدخول ولورد كان نقول أعطى حد حق الكشف الحصري فقط الحصري فقط إلى لندن تايمز وبالتالي الصحفيات التانية ما كانش بيقدروا ينشروا حاجة على المخبرة يعني إن شاء الله يوم 4 نوفمبر احتفالية كبيرة جدا بالتأكيد دكتور زاهر حواس هيعلن فيها تفاصيل جديدة أنا عامل المحاضرة الأحساسية في المؤتمر بحضره 40 عامل وأكتر من ألاش الناس من كل مكان بتكلم فيها على إن أنا الحمد لله مع زملائي المصريين نحن بنحفل فواد الملوك من 2007 حتى الآن وإن إحنا عملنا بالأشعة المقطعية وبالدين إيه عملنا دراسات كثيرة جدا على ممياء وعائلة تدعان خامل هل إحنا عندنا ما يؤكد إذا كان هو كان متجاوز قد دي عنده أولاد قد دي لا أولا خلف بنتين بس واحدة ماتت عندها سبعة شهور والتانية ماتت تسعة شهور وسلوكه هو كبن إيادة شخص بنا عارش بنا عارش بس واضح من الملاثر زوجته عن خيس أمه تحبه جدا لدرجة أنه لما مات ما كانش عايزة تتجاوز حد وبعت الجواب لملك الأذين بتطلب منه تتجاوزه ابنه ابنه وطبعا في الوقت ده ما كانش الناس الستات مصرح لهم يتجاوزه أجانب كان عيد فما صدقش ملك الحديين بعت رسوله قال له فعلا عازت يجاوز ابنك ملك الحديين بعت ابنه لكن حر محب القائد العسكري العظيم أتلوا قبل ما يصل إلى مصر حكمه في وقتها وتفاصيل حكمه هو وقدرته للدولة كان هو ولا كان هو القوة اللي كانت تحركه بلا شك وكان سبب صغير ما قدرش يحكم لكن واضح أن أي اللي تولى الحكم معرفة عن خامون هو اللي كان القوة المسيطرة على مصر يعني يا دكتور زاهي ابنتشرف جدا بوجود حدرتك معنا وإن شاء الله بننتظر دايما المزيد من الإبهار في ملف الآثار على أيد حضرتك ودايما بتبهرنا بالاكتشافات العظيمة واشكر حراك شكرا جزيلا بمتطر زاهي حواس واشكر كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع